السلام عليكم مشاورات ثلاثية روسية صينية إيرانية على هامش مفاوضات فيينا لم تقرم مشتركا في القناة فاشترك وإذا كنت من المشترك لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو أجرت روسيا والصين وإيران يوم الأحد مشاورات ثلاثية في إطار مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق للبرنامج النووي الإيراني وذكر المندوب الروسي الدائم لدى المنظمة الدولية في العاصمة النمساوية ميخا اي اوليانوف عبر تويتر أجرى وفد الصين وإيران وروسيا يوم جولة جديدة من المشاورات الثلاثية حول القضايا المتعلقة بالمفاوضات المستمرة في فيينا بشأن خطة العمل الشاملة الخاصة بالاتفاق النووي وتستضيف فيينا الجولة السابعة من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق دونالد ترامب الذي فرض عقوبات موجعة للطرف الإيراني ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الاتفاق منذ 2019 وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصال مباشر مع الطرف الإيراني وترفض تهرار التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل رفع العقوبات بينما تصير واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة في الأخير إذا كنتم من المهتم بالنوعي من الأخبار لا تنسوا الاشتراك ليتتوصلوا بالجديد وشكرا